قال مصدر رفع المستوى أن قيادات أمنية مصرية سوف تكتمع اليوم عن نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة لبحث آليات إعادة منفاوضات الهدنة بقطاع غزة وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المصاري التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وفد من حركة الجهاد الفلسطيني إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية خاصة ما يتعلق بقطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على إنحاء قطاع غزة لليوم الثالث والأربعين بعد المائتين على التوالي تزامنا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين واللاجئين في مختلف أنحاء القطاع ووصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على وسط القطاع والمناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وشنت أحزمة نارية على مخيم لبريج سمع صداها في مناطق جنوب القطاع كما طال قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مخيم النصيرات وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم المغازي للاجئين أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم كما سهدفت قوات الاحتلال بشكل مكسف أحياء غرب مدينة رفح الفلسطينية كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة تسعة من جنوده في صحراء النقب المحتل بانفجار ذخيرة وأوضح جيش الاحتلال إن تسعة جنود أصيبوا بينهم اثنان بوضع خطير جرى انفجار ذخيرة بقاعدة تسائلين العسكرية التابعة للاحتلال في صحراء النقب الليلة الماضية منوها إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سبه به بعد اندلعت مواجهات عن نيفا واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دهمت مدينة جنين ومحيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعدة آليات وجرفات عسكرية واقتحمت قوات الاحتلال حي الهدف قرب مخيم جنين وهدمت جرفاتها العسكرية نصبا تذكاريا لأحد الشهداء كما هدمت جرفات الاحتلال أصوار مقبرة الشهداء غربي مخيم جنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف يستهدف القوات المتوغلة في المنطقة الغربية من المخيم بالتزامن داهمت قوات الاحتلال اليوم عدة مناطق ومدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشنت حملة اعتقالات تخللها عمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها تزامنا مع اندلاع مواجهات أقرى البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف فيه بدولة فلسطين بعدما قرر الاتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه وقالت رئيسة برلمان سلوفينيا إن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام بالشرق الأوسط ويأتي ذلك بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويد تبادلت قوات الهتلالي الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله أطلق عشرة صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى كما استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقذائف المدفعية في موقع المالكية شمال إسرائيل من جانبه أعلن جيش الاحتلال استهدافة مركزات لحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويفرض مشروع القانون عقوبات على الجنائية الدولية إذا حققت أو حكمت أشخاص محميين من واشنطن أو حلفائها وأقر المجلس بإغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا ولم يصوت 27 عضوا على القرار